موسيقى 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 نفتح كلنا على صفحة اثنين عندنا نمبر 1 قم بقراءة النصوص الموجودة ووضع الكلمات كعناوية في الفراغات الكلمات تكنولوجيا التلفاز حول العالم مباني غير اعتيادية يصبح أخبر نبدأ بقراءة النص أنا أحطى النص مع الإجابة عليه في النص الأول تكنولوجيا نبدأ بقراءة النصوص موسيقى 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 لا يبدو أن النقاش حول الورق مقابل الكتب الإلكترونية والذي قد استمر لعدة سنوات أمر في الواقع لا يخدم أي غرض حقيقي فلقد أصبحت الأجهزة الرقمية جزء لا يتجزى من الحياة لدرجة أننا لم نلاحظها النسخ الورقية من الناحية الأخرى لا تزال متاحة ولكن إلى متى؟ نقرى النص الثاني موسيقى موسيقى الموسيقى 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 هل أنت مهتم بهذا النوع من السفا؟ أنت قل لي اللي بعده الموسيقى 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 وجه الساعة الكبير مما يكفي بحيث يمكن رؤيته من مسافة 25 كم هل رأيته؟ النص الرابع TV around the world التلفاز حول العالم cable television is gradually being replaced by the internet recent research indicates that a substantial number of cable subscribers in their late 20s to mid 30s are planning to discontinue their cable TV subscriptions on diamond viewing appeals a lot more to people who want to watch a show of their choice at a time that suits them best What is your view؟ يتم استبدال التلفزيون الذي يستعمل الوصلات بالانترنت تدريجي تشير الأبحاث الحديثة إلى أن عدداً كبيراً من المشتركين في أواخر العشرينيات وحتى منتظف الثلاثينيات من العمر يخططوني إيقاف اشتراكاتهم في القنوات التلفزيونية التي تعمل بوصلات تجذب المشاهدة عند الطلب الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في مشاهدة عرض من اختيارهم في الوقت الذي يناسبهم بشكل أفضل ما هو رأيه؟ ننتقل للنص الخامس Working day أيام العمل It is not unusual for working people to complain about having to follow the same routine day in and day out come retirement time However, a great number of them feel lost and suffer physically and psychologically through the absence of the same routine Why do you think this happened? ليس من غير المألوف أن يعمل أو أن يشكو الناس الذين يعملون من الاضطرار إلى اتباع نفس الروتين يوماً بعد يوم وعندما يأتي وقت التقاعد يشعر عدد كبير منهم بالضياء ويعانون جسدياً ونفسياً من خلال غياب نفس الروتين الذي كانوا يستمرون عليه حسب اعتقادت لماذا حدث هذا؟ ننتقل للنص اللي بعده Going green Climate change has been a critical issue in recent years due to its destructive consequences caused by natural disasters such as storms, hurricanes, flooding and landslides Deciding to go green has presented a dilemma for countries which have to choose between immediate economic growth and greener policies This has delayed timely action and prevented the implementation of green measures that can contribute to the reduction of carbon emissions What is your view؟ كان تغير المناخ قضية حاسمة في السنوات الأخيرة بسبب عواقبها المدمرة التي نجم عنها كوارث طبيعية مثل العواصف والأعاصير والفياضانات والانهيارات الأرضية لقد شكل اتخاذ قرار التحول إلى بيئة خضراء معضلة للبلدان التي يجب أن تختار بين النمو الاقتصادي الفوري وسياسات أو سياسات أكثر اخضراء وقد أخر هذا العمل في الوقت المناسب مما أدى من الدول منح تنفيذ التدابير الخضراء التي يمكن أن تسهم في الحد من انبعاثات الكربون ما هو رأيك؟ ننتقل ننتقل الإجابة على كل سؤال موجود في نهاية كل نص ثم قم بالمناقشة عبر عن رأيك بالموافقة أو غير الموافقة استعمل بعض الجمل الموجودة في الصندوق طبعا بالنسبة لهذه النقطة في أسات ذا ما يمشون على نفس المنهج يعني ما يخذوا نفس السؤال الموجود بالكتاب كل استاذ بتلاقيه حط سؤال من عنده عشان كذا الإجابة على هذا السؤال تعتمد على قدرتك في التعبير والتحدث باللغة الإنجليزية أنا حطيت بعض الأسئلة اللي من النص نفسه واللي أعتقد بناه ممكن تيجي السؤال الأول إلى متى تعتقد أن الكتب المطبوعة ستبقى الإجابة فقط لبضع سنوات لأن كل شيء الآن يعمل بالتكنولوجيا إذا أعتقد أنه لا البضع سنوات سنصبح أو سندرس باستعمار الكتب الإلكترونية السؤال الثاني هل ستصبح أو هل أنت مهتم بالسياحة البيئية أجل أعتقد أنني كذلك وأنا أريد أن أجربه في أحد الأيام ثم أجربه في أحد الأيام إلى أي مدى يمكنك أن ترى برج مكة ماذا ستختار تلفزيون بوصلاك أو الانترنت سأختار الانترنت لماذا تعتقد أن الناس المتقاعدين يعانون بسبب التغير الذي حدث في حياتي ما هو رأيك في حملة التحول إلى بيئة خضرية؟ في رأيي أعتقد أن حملة التحول إلى بيئة خضرية أمر جيد ويجب على الجميع فعل هذا المشروع وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو أشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر